السلام عليكم كديري لبس عليكم معكم القناة ديالشيوات اومبايا المراكشية اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم حريشة بحل الحرشة اللي تتبع في الزنقة بمقادر مضبوطة واصدق لكم ان شاء الله من اول مرة غير تبعو الطريقة ان شاء الله تنتمنى هذا الحرشة اللي غادي نحضر معاكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم دابا غادي ندوزوا على بركة الله للمقادر غادي نحتاجو فيها واحد نسكيلو ديال السميدة رقيقة واحد نسكاس ديال الزيت الرومية بعبار العنبة واحد شاصية ديال الخميرة ديال الحلوة معلقة صغيرة ديال السكر سانيدة وشوية ديال الملحة غادي ناخدو ديك السميدة ديالنا نزيدو عليها باك نسكاس ديال الزيت نسكيلو ديال السميدة نزيدو عليها نسكاس ديال الزيت نزيدو عليه معلقة صغيرة ديال السكر سانيدة شوية ديال الملحة على حسب الزيت غادي ناخدو الخمارة غادي نستعملو غير النص و النص حتى المبعد نخلطو مزيان سميدة مع الزيت وسانيدة والملحة حتى تخلط لينا مزيان ديك الزيت مع السميدة خسما ديك السميدة كاملة تلبس بالزيت خسما ديك السميدة على جنب نخليها واحد نص ساعة بعد ماذا زيت نص ساعة خلي تسميدها رقض نص ساعة غادي ناخدو منها واحد شوية باش غادي نقرس تقريبا نسزلافها هكاك غادي نزيد داك الشي اللي بقا ديال الخميرة نعود نخلط مزيان غادي نحتاج الماء بارد باش غادي نخلط العجينة ديالي نحاول ضغيان نزرب مانا ما ندلكها شانتو ما شوفو غير تخلط تخلط كاملة بهذا الشكل عادة نديرو بحساب راس سميدة غادي نخليها شوي غا تشرب صافي بحال هاكا صافي غادي نخلط سميدة ديالنا على جانب غادي نخليها واحد القصمين صافي بعد ما خلينا سميدة تشربات واحد القصمين تقريبا غادي نجيبو ديك سميدة ليخلينا غادي نديروها في واحد سميدة صاحن بحال هكا ما يكونوش عندو جناب ولا اي حاجة عندكم ما عنداش هكا جناب انا غادي نوريكم جوج دورق باش نطيبوها هادي الطريقة الاولى هادي نخوي ذك الحرشة ديالي فوق هاد اللاطا ونقادها من الجنيبات انا سنقرس وفي نفس الوقت انقاد انتم بحال هات شكال هكا سنقادها في القياس اللي بيناها غادي نعود وندردرو من الفوق سميدة اللي خلينا بحال هات شكال هكا نديرو سميدة مزيان باش جينا الحرشة ديال نزوينا وباش ما تلسقش لينا في المقلاة ثم بحال هات الشكال هادا تجنب التاوم نديرو فيهم سميدة ونقاد دوعة وثاني غادي نديرو المقلاة تسخن بعد ما تسخن غادي نخوي وفيها هديك الحرشة نتو مشتوش كيف هاش درت ليها غادي نعود نزيد سميدة في ذيك البلاسة اللي ما فيهاش مزيان سميدة ونقادها غا تكون الحرشة نطيبوها على عافية تكون مهيلة ما تكونش مجهدة باش ما تتحرقش لينا الحرشة ونبقاو مرة مرة ندورو المقلاة باش ما تطيبش غير من جهة وحدة سوفي غا نخلي واحد تطيب من هات الجهة هانتو ما شوفوا هي بدا التطيب الحرشة غادي نهزها هانتو ما شوفوا كسافيتات هزيها وتقلبها بهالطريقة صافيتات بقافين ما كل شوية انبقاو تنظوروها باش ما تتحرقش هانتو ما بحالة شكل هادا حتى تطيب الحرشة مزيان حتى تطيب الحرشة مزيان اتحرقكم الطريقة التانية بنفس شكل اللي قدينا به الحرشة اللولى بنفس شكل غادي نخليو عاوتاني شوية ديال سميدة هاد المرة غادي ندروها مباشرا نقرسوها في المقلاة تندردرو ديك سميدة اللي بنا ندرو تندروها في المقلاة هانتو ما غادي نخويو الحرشة ديالنا بحال هكا المقلاة اللي تكون سخونة مش سخونة بزافة شوية القياس غادي نقرسو الحرشة ونعاونو بواحد المغرفة ولا شي حاجة مهم هكا بش نقدو ديك جنيبات نعاودو ندرو السميدة ونبقى سنقدو ديك جنيبات ونبقى سنقدو ديك جنيبات ندرو السميدة مزيان الفوق باش نقدو السطح ديال الحرشة ندرو السميدة مزيان الفوق باش نقدو السطح ديال الحرشة نقدو الوجه مزيان ديال الحرشة ونقدو على الثاني الجناد نقدو الوجه مزيان ديال الحرشة ونقدو على الثاني الجناد سوف نقدوها مزيان نخليوها حتى الطيب هيا الحرشة بعد ما طابت هنعاودو نقلبوها سوفي غادي نبدو ندوروها حتى الطيب انا اتعمت باش نوريكم هات جوج طرق ديال طيب الحرشة هاوما الحرشات ديالنا بعد ما طابوا عمشو ما شوفو شكل ديالهم كيجا ما تيتهرسوا ما والو تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هادي الحرشة اللي قرصناها في المقلع ديريكت هانتو ما شوفو وهادي الحرشة اللي قرصت فوق دك الصحن تنتمنى هاد الحرشات اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم اشتركوا في القناة